السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم فيديو جديد ونهار جديد اليوم الجمعة. سوف ندر واحد البسبوطة إن شاء الله. بسبوطة الفران أراكم عارفين. وهذا هو مول مقادير ديالي إن شاء الله اللي غادي ندارهم في البسبوطة. يعني ساندة الحليب الغاني السميدة البيضة ونصف كسز الزيت. انتو ما كتشوفوا معي. واحد الحامضة محكوكة. بحال هكا يا حكيتها. إن شاء الله غادي ندارها ديال ديال الفران. آآ زوينة تحضروا إن شاء الله في البيض ديالي بطريقة سهلة. وفي نفس الوقت كتعطي الكمية كبيرة وكتجيزوينة والصراحة. وضغياكة طيب ما عندش كتشدلكش الوقت بززاف وسهل لازع مصر صراحة سهلة. وقصيصها ديالي وزوينة. ده بغا غا نبدو على بركة الله نداره هذا المون اللي غا ندار فيه البسبوطة ديالي. المون ديال ديال كيكا. بغيتش تداره في المقلة ديال الخبيز عادي. ما مشي مشكل. أنا كندارها هنا مرة هنا مرة في المقلة. دارت الزيت دارت السميدة هنا. كي يدار الزبدة اللي عندكم موجود في الدار. يعني إنسان ما شي ما عندش زبدة ما يديرش. ما يديرش. الزيت وديرت عليها السميدة بحال هاكا. بسم الله هذي بيضة وحدة. ساهلة. كاس اللار بديال سانيدة. واحد فانين له. كا جزوينة بزيب كا تفساكو وتعطي واحد المادق عرائع. كنطربو بالطراب. ديرو كاس اللار بديال زيت زيته مخلوق. كنا التعطي فوق النص شوية. مقادر جيلا ساهل هذا الحامض مسحكوك. كي أعطي واحد من المادق ونطربوه هاكا جيدا. كنطربوه هكا جيدا. كنطربو الكاس جوجكو ويسند الحليب. نضيف هذا الكسف الثاني و نضيفه مع بعض الوقت و نضيفه و نضيفه هذا الكسف الكبير و نضيفه أكثر من الكسف لها العنبة لدي هذا المون كيه الزكا و نضيفه بهذا الكسف يضيفه على الكسف و نضيفه الوقت من المخلاف نضيف عليه دخلقها و نضيح الكميات و نضيفه لنضيفه يجب أن تخلطها جيداً لكي تطلع زوينة خفيفة شوية سوف نزيدها سيدة المشاهدين سوف نزيدها واحد شوية بحل هذا الشيكة وشي معلقة ونصها لكي تسميدها لكي لا تجيش تقيلها بزب ولا تجيش خفيفة بزب لكي تجيزوينة لكي تجيزوينة لكي تجيزوينة ومرحبا بكم إن شاء الله القناة ديالي وشكراً لكم الناس اللي كيدخلوا عندي جداً والناس القدام بحال هكا نقلبوها بالمعلقة ها أنتم بكتشوفوه دامجة زيانة ما هي خفيفة بزب ما هي قصحة بزب هذا هو المون اللي وريتكم من قبل لكي تجيزوينة طريقة سهلة اللي يبغي يوجدها لوليداته ردار هكا القوتي ما كده داخش الوقس بزب وما كده داخش المقادير بزب سهلة في الصراحة طب يدرتها فالفرن طيب دامجة ندير داخش العسل باش غادي نسقيها كاس دي الما والحامض كاس ونصع فون دي الما كاس دي السانيدة ندري مدرش فيه سانيدة وازلش مدجيش حلوة بزاف حل العبورة حضورت الحميم لسكولتنا ثم نتفع المضاء من خلال البطمونة الفران نضعها سوف نضعها نضع عبورة الثاني سوف نضعها سوف تسمعوا معي ان شاء الله حتى الاخر الفيديو سوف تشاهدون طريقة مميما فطيما أنا عندي الضيوف اليوم عندي الضيوف العائلة اليوم الجمعة وقدرتها مع حويجات خرين نقدرنا القوتي مع العائلة والفاميلة الجمعة قلت لنا على ما نحضر هذا سكر قلاصي سوف تزينها هذه البتبوتة سوف تجد حمراء وزوينة غيرا ما خليتها من فوق تحمل ولا حمراء سوف ندقوا منها ان شاء الله ونشوفوا كيف جاءت هذه البتبوتة تبارك الله ما شاء الله سوف يسقطوا كديرا جدا وصراحة ولكن ما تكون جدا ندقوا منها ياكا أستاذ المشاهدين ياكا أخوتي 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 أرى مرحبا بكم القناة يا المهمة فاطمة سوف ندق قليلا. سوف نرى ماذا رأيها بالصحيح يزوينا ولا لا. بباركة الله لا لا زوينا زوينا في الصراحة. جيم جيم دايما جيم جيم. تبارك الله ما شاء الله جزوينا وفي المدق ديال الحامض صار حزوينا بزاف. دايما جيم. هذه هي التوتة ديالي. قدرتها اليوم وبغيت نشاهدها معاكم. ونشاهدها اليوم والجمعة. شنو هي العشية ديالها مع الضيف. بغيت نشارك معاكم هالطبيلة وبغيت نشارك معاكم البتبوتة. وتهلوا مع الميمة فاطمة مرحبا بكم ان شاء الله القناة ديالي ياربيد عجبكم. وتجي خفيفة على القلوب. وهذه هي الصويني يا داتي. سأخبر معاكم واحد الكويس. علاش الله. والسلام عليكم. وما دنساوش جيم. وما دنساوش جيم. وما دنساوش جيم. وما دنساوش جيم.